موسيقى بتعرفوا انه في اغذية خطيرة عم بتناولوها اولادنا من عمر السنة لثلاثة اربع سنين هاي الاغذية خطيرة واللي بخوف انها بتأسر كتير على صحتهم فيما بعد وعلى ايضا نموهم العقلي والإدراكي اليوم راند دي سي اخصائي التغذية رح تعرفنا على هالاغذية وليش خطيرة واكيد انه منقدر نبعدها عنهم صباح الخير صباح الورد كيف حالك راني؟ كيف حالك راني؟ الحمد لله صباح الخير صباح الورد اهلا وسهلا بس انتي صدمتين شوي بالاغذية ها هلا رح تشوفوا كيف كل واحدة منهم لها اضرار غذائية اكتر من فوائدها الصحية اللي احنا بنعتقد انها ممكن تعطيها لأطفالنا طب ليش نعطيها ليه موجودة بالسوق يعني اذا هالقدي خطرها اللي رح نتعرف عليه انه ليه موجودة بكثرة هلا شوفي مش مش قصة انه ليش هي موجودة هي رح تكون موجودة بس هو الصح انه نحنا ننتقي الأشياء اللي نعطيها لأطفالنا ونعرف انه نحنا اللي بنأثر على غذائهم بالدرجة الاولى ونحنا اللي بنعرفهم على هاي الاغذية اصلا يعني لما نيجي نحكي مثلا عن المشروبات الغذية انه الاطفال كتير عم بيستهلكوها كتير عم بيتناولوها طب كيف عرفوا عنها؟ طبعا احنا من الامة من الاخت من الاخت بالزبط فنحنا اللي عم منعرف الاطفال على هاي الاغذية وبعدين عم منشوف انه لأ هاي الاغذية كتير مضرة ما بدنا نطعميهم وكمان شغلة كتير غلط بشوفها بالاهالي بقولك انه انا بشرب مشروبات غازية بس بمنع طفلي طب مستحيل انه انت يشوفك الطفل عم تشرب اشي طبعا وتقوله انه لأ انا بصير اشرب منه بس انت ما بصير او هاد للكبار طبعا بصير الطفل بدي يأخذ منه اكثر هاد للكبار اه 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 خبر كبير يعني ليش طيب بداية ليه عم نحكي انه هاي الاغذية خطيرة اوكي مكونات هاي الاغذية ممكن تشكل خطر كبير على صحة الاطفال وعلى النمو العقلي عندهم بالاضافة انه نحنا عم منشوف انه نسب البدانة عم تتزايد بشكل كتير كبير بالضبط قبل كنا نعاني من فكرة انه نحنا عنا ضعف بالوزن ولكن هلأ عم بنعاني اكتر من فكرة البدانة من زيادة الوزن من السكري من النوع التاني ومن امراض القلب اللي عم نشوفها عند الاطفال وهذا الاشي السبب الرئيسي اللي عم بيؤدي اله هو الطرق الغذائية اللي احنا منتبعها مع اطفالنا الاغذية اللي احنا عم ننتقيها لاطفالنا اللي ممكن للأسف تأدي الى مشاكل صحية بالدوم على العمر الطويل تمام وهي البشاكل ما نبلش نشوفها من المراهقة وبعد صح زيادة الوزن او عدم التركيز او الخطر كتير اكيد يعني شو اهم من عائل ابني انا وصحته شيش بالدنيا اهم بصف واني ابدأ خطواتي الاولى واني اعرف حالي من اول ما يبلش ياكل معك حق مية بالمية وما استسهل اه اكيد لان كل اللي عم نشوفه هذا استسهال طبعا هو مش استسهال هو شوفي الوقت الوقت بالضبط اولا الاطفال بتطلب هاي الاغذية ثانيا الوقت كتير بيحكم الام خاصة اذا الام هي مرأة عاملة هاد الاشي الوقت كتير بيحكمها فهي بتشوفيها انه فوق انه هي عم تشتغيل وعم تشوفوا اولادها وعم تخدهم على المدارس وكل اشي كمان انها تحضر وجبة بصراحة بتاخد ساعتين او ثلاث ساعات ممكن هاد الاشي كحط كتير عبئ كبير عليها وممكن تلجأ لهاي الاغذية نحط الطعم اشي لابنها سريع سهل وباعتقادها انه صحي هاي هي الفكة اللي عمنا الركض عليها طبعا لي مش بالقصد ولكن احيان بالواحد بالطر طب خلينا نمشي بها الاغذية ونشوفهم تمام رح ببلش اول اشي بحبوب الفطور مش عم نحكي عن كل الانواع اللي بتكون اكيد موجودة بالسوق ولكن البعض منها تحتوي على قيمة غذائية ضئيلة جدا تحتوي على نسبة عالية جدا من النشويات مع انه ممكن ينذكر انه هي بتحتوي على نسبة عالية من الالياف ولكن الالياف ما بتكون 10 بالمية من السعرات الحرارية 80 الى 90 بالمية من السعرات الحرارية بتكون من النشويات فبنشوف الكفل السكر كمان فيهم هاي مليانة سكر فبنشوف احنا الطفل انه بيكون جعان الصبح اسهل طريقة ممكن احط له كورنفلكس مع حليب او حبوب الفطور مع الحليب فيها شوكولاتة رح يستسيغها الطفل رح يكلها ورح يروح على المدرسة ولكن للأسف السعرات الحرارية النشويات اللي فيها كتير مرتفعة رح يجوع الطفل بعد ساعة او ساعتين كحد اقصى لانها هي كلها نشويات بالضبط سريعة الانتصاص ما بتحتوي على قيمة غذائية بس احنا ما عم نحكي عن كل حبوب الفطور لا لانه في بعضهم اذا احنا قرأنا المكونات ممكن يكونوا كويسين للأطبال طبعا الاهم انه نحنا نلجأ انه نحنا نعرف كيف نقرأ اللائحة الغذائية ونعرف كيف نشوف اذا هي بتحتوي على نسبة عالية من السكر او لا لما نحنا نطلب من الطفل انه هو يركز ان كان بالحضانة او كان بالمدرسة او كان بالكي جي ون نحنا بنحتاج انه نحنا نعطيه اغذية عالية بالبروتين قليلة بالسكر عشان ما ننشط الخلايا اكتر من اللازم اللي ادي انه الطفل بده يتحرك مش رح يقعد كتير هايبر وما بيركب بالضبط فبهاي الطريقة انا بدي اضمن انه نحنا نجيب حبوب فطور تكون قليلة بالسكر استبدال افضل ممكن تكون حبوب الشوفان كتير دائما بحكي عنها وكيف نقدر نعملها بطريقة كتير لذيذة ممكن اني اضيف لحبوب الشوفان قطع الشوكولاتة الصغيرة بس ما بتكون المكون الرئيسي فبهاي الطريقة باخد قيمة غذائية عالية وبنفسه اذا ما تعرف عليها ما رح يقف انه موجودة بس اذا شافها مرات انا بعرف كمان انه ممكن ترشي اكمل حب من هذا بتعطيه الطعمة بتفشله قلبه بس انت عم تاخد الافايدة مش من هذه من حبوب الفطور صحيح ممكن اغشي شوي اذا صار شايفه ما اكلها عند حدا اكتير اكتير هاي فكرة كتير زكيعة فكرة لان ربا مش ارمش بستعملها مع ولادها بيشوفو بس طب خلص رشي له اكمل حب بيعطي الطعام بس بصف يعم بياكل زي ما انتي بدك صح عم ياخد الشوفان وممكن عليه شوي من حبوب الفطور تمام في عندي تانيا العصائر كتير مننا نحنا بنلجأ انه نحنا نعطي اطفالنا عصائر بدل من مشروبات الطاقة مشروبات الغازية او حتى الحليب كاستبدال صحي وسريع للأسف العصائر تحتوي على نسب عالية جدا من السكر خاصة اذا ما كان عصير طبيعي مصنوع بالبيت يعني اذا ما كان عصير فرش هاي العصائر امتصاصها بالدم بيكون سريع جدا فبترفع نسب السكر بالدم بشكل مباشر اللي بيأدي الى ارتفاع في نسب الانسولين اللي بيأدي الى ارتفاع في نسب الهايبر اكتيفتي عند الطفل بيصير حرك جدا بيصير نشط جدا علما بانه العصائر للأسف بعد ما تنعصر تقريبا بساعة الى ساعتين تفقد جميع الفيتامينات اللي بتكسر وتتفاعل مع الاكسوجين وبيروح منها الفائدة هذا اذا عصرناه بالبيت صح طب شو الحل الحل والافضل انه احنا اما بنعصر نصف كوب باليوم للطفل وبياخده مباشرة اه او انه نحنا بنستبدله بالمي بنستبدله بكوب من الحليب او حتى الحليب الاصطناعي المكمل للغذاء للاطفال صغار السن اللي سما قدمنا لهم الحليب البقري يكون استبدال افضل مش غلط نعطي عصائر بس الغلط انه نحنا نعطي العصائر اللي بنشتريها من بره اللي بتكون مي البكتات ومصاصة بالضبط هاي مي وسكر في منها عنجد في ماركات موجودة بالسوق هي عبارة عن مي وسكر والوان ومواد حافظة وفي منها بتحتوي على مية بالمية عصير طبيعي ولكن يوفضل ان احنا ناخد نصف الكمية او نشتري العلب بالاصغر حجما اوكي تمام هلأ العصائر كمان بس نرجع لهذا الموضوع في بعض العصائر اللي بقولولك ما فيها مواد حافظة او ما فيها سكريات وهذا صحيح ها صحيح ما فيها سكريات مضافة اوكي بس احنا عشان نصنع هاد كوب العصير هاد انا بحتاج ثلاثة الى اربع حبات من البرتقال اللي صعب انه انا ااكلهم يعني صعب انه انا ااكل اربع حبات بردقان بس انا بحتاج ثلاثة الى اربع حبات لأعمل كاسة نسب السكر اللي بتكون اصلا موجودة في العصائر عالية اوكي ما فيه سكريات مضافة يعني هنا ما بيضيفوا اكتر من الموجود من الموجود تمام اوكي او يلا ثالثا ثالثا عندي العسل العسل فيه كتير امهات بيلجأوا انه نحنا بنحط اللهاية او شو من كان بالعسل وبنعطيها للطفل عشان يستسيغ اللهاية اكتر او يصير بدي اكلها اسرع هذا الاشي كتير غلط العسل بيحتوي على انواع بكتيريا مضرة لاجسام الاطفال الصغر من سنتين بالعمر ممنوع ياخده عسل ابدا هاي البكتيريا تسمى كلاستريديوم بوتشلينم وهاي البكتيريا بتأدي الى نوع من انواع الامراض اللي يسمى البوتشلينم هذا البوتشلينم ممكن يكون دادلي يعني ممكن يأدي الى خطر الاصابة بانه الطفل ما بيقدر يتنفس ان يمور لانه هو بيعمل زي انا في الاكسس بيف اد الشخص الشعور بالاعضاء والتحكم فيه فكتير مهم انه نحنا ننتبه العسل ممنوع انه نحنا نعطيه لطفل اكبر اصغر صري من سنتين بالعمر بعد عمر السنتين بنبلش نقدم لهم العسل بديل للسكر وهو اكيد بديل افضل افضل اوكي هدولا الفيتامينات الجليعة شكلهم زاكي اكيد والاطفال كتير بيستسيغوهم والام بتحب ان الطفل بيستسيغهم فبتصير تشتري له اياهم من الصيدلية وتعطيه اياهم على شكل يومي اذا هو ما بيأكل فاكهة وخضار لان احنا ما بنعرفه انه في بعض من انواع الفيتامينات والمعادن اللي بتنشر من الصيدلية بتكون اكثر من حاجة الطفل فنحنا ممكن ان احنا نعمل تسمم غدائي للطفل من فيتامين او معدن معين خاصة اذا هو فيتامين بيتخزن بالجسم خيالي بالضبط فنحنا ممكن نضره اكتر منفيده يفضل قبل ما نحنا نلجأ لانه نحنا ناخد مكملات غذائية نستشير الطبيب هل انا بحاجة لهذا المكمل هل طفلي عنده نقص وعلى اساسه بناخد المكملات اللي انا بحاجة يعني لازم فعص لانه الذكاترا اكدوا عليك اه اه مية اكيد بس انت دائما بتقولي انه تغذية اكتر محدد انه امتصاص عم تقولي دائما الفيتامين في عدة فيتامينات واحد بيأسر على الثاني فبصف تخسري واحد وانت راكن انك عم تخديل صحيح فبنا ننتبه انه نحنا نضحص ونشوف ايش الطفل عنده نقص وعلى اساسه بنعطي المكمل الانضباع وغير هيك نحاول من المصادر الطبيعية اكيد افش بعدها شوكولاتة شوكولاتة وانواع وزع شوكولاتة وطعمينا يالله الكافين الشوكولاتة مش مضرة عشان انا اكون صريحة الشوكولاتة مش مضرة للاطفال خاصة اذا احنا بناخد كميات مقبولة من هاي الشوكولاتة خلال اليوم ممكن انه انا ااخدها ولكن الغلط وين بيكمن لما الام تأسم قطع الشوكولاتة وتصير تعطيل الولد كل ساعتين او كل ثلاث ساعات قطع بد ان اوف نزكت نعم بالضبط يعني انه ان تكون اذا كميل غدا بتكمل وجبة الغدا ب� end you have loved بعمل اذا جهب العشاء ب latent you have loved it اولا هو ربط الشوكولاتة بالجائزة الي هو بدي ااخدها تانيا اللي احنا ما منعرفه ان النحنا ما بنعنفه ان شوكولاتة بتظلها تتااكل بالاسنان لمدة 8 ساعات وووو في انواع منون البكتيريا الموجودة بالتشوكولات بتظلها تاكل بالاسنان لمدة 8 ساعات فبدي أنتبه من هذا الإشي وننتبه أنه لما أعطي أنا الحلويات تكون مرة واحدة باليوم تمام حلو وبعدين تشيبس أيوة أكيد أسوأ أنواع الأغذية اللي ممكن الطفل يتعرف عليها من جهة الدهون، من جهة الأملاح، من جهة المواد الحافظة من جهة النسبة عالية من الدهون المهدرجة اللي بتكون موجودة فيه اللي بدي أبعد عنها بشكل رئيسي مش بس هيك أنه إحنا لما بنعطي الطفل لتشيبس إحنا منحفز الطفل على أنه ياخد دهون مشبعة بنسبة عالية أكثر من ما جسمه بيقدر يستوعب يفضل أنه نحنا نبدله بالبشار أو في عندي أنواع شيبس هلأ موجودة بالسوق بتكون أقل دهن بتكون مشوية وممكن أنه أنا أعمل له البطاطا بالبيت بطاطا صح فهالي بتقولين استبدله بالبشار البشار مفيد مفيد جداً وبديل وأقل بالسعرات الحرارية طمعاً خلونا نكمل لأنه هلأ بدي أصطمكم بالنسبة للكتشاب المكونات الرئيسية الأربعة الموجودة بالكتشاب هي سكر كورن سيرب ملونات الطعام والدهون خام عشرة بالمئة من الكتشاب بيحتوي على طماطم حب آه باس فقط عشرة بالمئة باقي سكر ملونات كورن سيرب وبيور دهن هذا من أسوأ أنواع الأغذية اللي ممكن أعطيها لطفلي هو الكتشاب يفضل إذا أنا بدي أعطيه أي نوع من الصلصة ممكن أنه أنا أخلط له بالبيت اللبني بتنعمل مع كتير من البهارات الكتير زاكية اللي ممكن يستسيقها أو ممكن أنه أنا ألجأ أني أعمل كتشاب منزلي أنا وشاف إيمان مرة عملناه ما بياخد أكتر من خمس دقايق تحضير وبيضاياً لمدة أسبوع أو عشر إياه إذا اللي بديه يروح على كتشاب منزلي مكتوب كتشاب منزلي رند إيمان عمالي كتير مهم لأنا دائماً نقولك إيش نعطي بدائل صح وأخيراً عندنا المعلبات اللي بتكون موجودة وبالأخص لما نحكي عن التونة التونة فيها نسب عالية جداً من الميركري الزئبق خاصة اللي بتكون معلبة خطيرة جداً على جسم الطفل وبيتخزن الزئبق بشكل كتير كبير بجسمه يفضل أنه نحنا نبتعد عن هاي الأغذية إذا اضطرينا ممكن أن نحنا نخسلها ولكن يفضل أنه نحنا ما نعطي التونة لطفل أصغر من عمر ثلاثة سنوات آه والله تمام هلأ أبدي أصدمكم بما أنه راني تخلصت كل الأغذية الخطيرة على الطفل أنا وصغيرة لما كنت أروح على المدرسة الماما تكون عمل كلي سندوشات لبنة وجبنة وإيش ما بدكم أروح للمدرسة نجيب تشيبس وخبز وكتشاب وهوت سوس بناك هذا يا سعجة عميشة الله سترك يا غادة بس هذا إيش بتقولي؟ بوحش ما تشتري مش لازم هيك هلا أكيد أكيد لا لا مقصة طبعا مقصة بس ما بعرف لك ونا نعمل هيك بس كنت كتير مشهورة شفيهم الأطل يعني بعملوا بيتعرفوا عشاء غريبة وللأسف بيتطبعوا فيها يمكن أنت ما بتكوني جد بتحبيها بس بتحسي أن الكل عم بيعمل هيك فأنا بسير باخد نفس الطبع والعدات بس هدول رن أنت عم تحكي لغاية يعني من السنة لك ثلاث سنوات كتير خطرين مظبوط شدرولي نعرفهم عليهم أبدا شكرا